في طرف تيلت فت على الخط بين التيار والقوات بس مين؟ 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 مين خربت البيوت خطفت الرجالة يلي فتت على الخط مين؟ بدون ينزعوا كل إنجازات جبران باسيلمان كل شي عمله جبران متل الـ متل الـ إنه كل شي عمله الظلمة عرفت؟ يعني هو شو عمل هو بالظبط؟ ست شباط 2006 تفاهم مرمخاي الأول ورقة عقدها التيار الوطني الحر مع حزب الله 18 كنون الثاني 2016 تفاهم معراب به طوى التيار الوطني الحر صفحة حرب وعداء مع القوات اللبنانية ورقة التفاهم الثالثة بين التيار وحركة أمل وتبصر النور قريباً هل اللي حزب الله دور بهالرعاية؟ حزب الله أكيد أكثر الممنونين والمبسوطين بأي تفاهم بيحصل بيننا وبين حركة أمل كيمياء مفقودة حب مستحيل وغيرها من العنوين التي كانت تصلح لوصف العلاقة بين التيار الوطني الحر ورئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت تصلح وكان فعل بالماضي لماذا؟ لأن فاعل خير هو ليس إلا اللواء عباس إبراهيم بادر إلى جمعهما في جلسات حوار منذ نحو ثلاثة أشهر جلساتهم ستتوج بتفاهم خطي فور استكمال آخر النقاط العليقة أهى الرئيس بري وحزب الله لك بس إذا بتفكر فيها أنه حزب الله تجوز التيار قبل فالقوات هي تضرة حزب الله فأنه طبيعا الانتقام بين المرة والضرة هو هذا دائما في هذه التنشن بتكون بس مان فزاعين فزاعين الإسلام فزاعين الإسلام شايفوا المسيحية مرة واحدة اتفقوا فاتوا بيانتوا تينزعوا كل شي بشرفكم بشرفكم تركونا بقى بحالة بشرفكم تركونا بها البلد مرتحين هالعلاقات هالعلاقات ها شو اسموه؟ في مكان ما هاي العلاقات هادي